من لندن سيد خالد مصطفى المحلل السياسي أهلا بك سيد مصطفى ما الذي يعني هذا التصعيد الجديد من قبل تركيا الإعلان عن مناورات جديدة تبدأ غدا رغم حديث وزير الخارجية التركي مولود شويش أغلو أمس عن التهديئة وسعي أنقرة إلى خفض التوتر أهلا بحضرتك على ما يبدو أن النظام التركي مصمم على أداء الرقصة الأخيرة أو رقصة الموت في شرق المتوسط بعد تحجيم الدور الإيراني بمعادات السلام العربية الإسرائيلية وبعد أن أوقف المجتمع الدولي بصلة قطر روايدا روايدا ودعمها الصريح للإرهاب أصبح محور الشر الثالث الواضح في العالم هي تركيا التطورات التي مرت بها منطقة شرق المتوسط خلال 48 ساعة الماضية لأنها أعلنت في فجاجة واضحة على عزمها إجراء مناورات عسكرية صباح الغد مع جمهورية شمال قبرص الغير معترف بها دوليا وكأن النظام التركي مصمم أن يلعب أو يدخل الملعب والصراع الدولي مع اللاعبين الغير معترف بهم دوليا الوضع في شرق المتوسط وضع سيء للغاية اليونان لا يوجد لديها أي مفر بعد الهجمة الشعبية والاستفتاء الشعبي الذي وصل لأكثر من 50% من المواطنين اليونانيين الذين طالبوا الحكومة اليونانية ووضعوها أمام مسئولياتها القانونية والدستورية أمام الشعب اليوناني بأن يتحركوا ويردوا على الكيان التركي حتى ولو كانت تحركا عسكريا فبالتالي الحكومة اليونانية محاصرة داخليا ويجب أن تتصرف خلال الفترة الحالية وربما ذهبت اليونان منذ الأمس إلى الأمم المتحدة بعد فشل الوساطة الأوروبية والوساطة الألمانية ولكن ما هي السيناريوهات المقبلة؟ هناك تصعيد وتوتر شديدين شرق المتوسط هناك مناورات عسكرية من الجانب التركي ومن الجانب اليوناني وهناك ربما نوع من الفشل لمبادرة الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي حول إيجاد آلية لعدم الاشتباك أو لحل وجود خط ساخن بين الطرفين هناك سببين لعملية الفشل المستمرة في مشكلة الشرق البحر المتوسط السبب الأول هو لعب الولايات المتحدة الأمريكية دور شاهد ما شافش حاجة على رغم من أن هناك فرقات أمريكية أو سفينة أمريكية حاملة للطائرات تراقب الوضع ولكنها شاهد ما شافش حاجة النقطة الثانية هي خيبة الأمل اليونانية لدى القادة الأوروبيين الكبار هزين الأمرين هما ما يضع منطقة الشرق المتوسط على حفة الهوية الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تلعب الدور المحوري لها في المنطقة وتحاول أن تجبر تركيا أن تبعد سفن التنقيب عن مياه الجورف القاري اليوناني والقادة الأوروبيين يجب أن يطلعوا بمهامهم القانونية بجانب دولة اليونانية دولة الحلف في شمال الأطلنطي فبالتالي هزين الشيئين الخطيرين هو تقاع السلوات المتحدة الأمريكية وعدم الكفاءة الواضحة للقادة الأوروبيين هم من يدفعوا المنطقة إلى حفة الهوية لا أحد يتكهن حتى هذه اللحظة ما سوف يحدث مع إصرار النظام الترقي بأداء رقصة الموت الأخيرة لأن شرق الوطوسط هو الأمل الأخير للكيان التركي لقي يبقى داخل الكيان التركي لأن هناك صراعات خاصة بعدما صرحت خلال اليام الماضية صحيفة ديفيلت الألمانية بأن كبار الجنرات العسكرية للأطراك رفضوا قرارا عسكريا واضحا من رجب طيب أردوغان بإسقاط طائرة مقاتلة يونانية أو إغراق أحد السفن والدخول في حرب مفاجئة مع اليونان أو تفرضها الأظروف المفاجئة وعلى الرغم من نفي الجرائد والخارجية التركية هذا التصريح إلا أن الوزارة الدفاع التركية لم تنفي هذا الخبر فبالتالي هناك مشاكل حقيقية داخل الأروقة التركية وداخل الغرف المغلاقة التركية هناك مشاكل حقيقية لدى اليونان الشعب الآن هب في استفتاء يريد أن يكون هناك تحركا عسكريا هناك مراقبة دقيقة من مصر هناك مراقبة دقيقة من فرنسا لكن الوضع سيستمر في منتهى السوء إذا تقعست ألوليات المتحدة الأمريكية والقادر الأوروبيين عن أداء دورهم الحقيقة في حفظ الأمن في هذه المنطقة نعم سيدة خالد مصطفى المحلل السياسي كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة